يا صباح الخير يا صباح السعادة يا صباح الصحة يا صباح الجمال بنقول لكم صباح الصحة صباح الجمال من قناتنا الجميلة قناة الصحة والجمال وما زلنا في شهر رمضان وبركاته ونفحاته وكل الجمال اللي احنا بنحس بيه في شهر رمضان المبارك يمكن كلنا لينا طقوس خاصة في رمضان كل حد فينا بيبقى ليه حاجات معينة بيحب يعملها سواء في حد بيلاقي نفسه وبيلاقي قربه من ربنا اكتر في ان هو يطلع صدقات في حد بيلاقي قربه من ربنا في ان هو يقرأ قرآن يبقى ليه ورد مثلا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل حد فينا ليه ورده معين وليه حاجات معينة وليه تقوص معينة في شهر رمضان لقد يبقى الاساس دايما هو قراءة القرآن الكريم يمكن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم وجهنا لكده كتير في كتير قوي من الاحاديث يمكن معينة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر امثالها فلا اقول الف لام ميم ولكن الف حرف الالف حرف واللام حرف والميم حرف طبعا يسعدني ان نكون معايا في الحلقة النهاردة فضيلة الشيخ الدكتور محمد الجازي ونستفيد النهاردة في الحلقة في الكلام عن القرآن الكريم وفضل القرآن الكريم في شهر رمضان المبارك نورتني حضرتك دكتور نورتني جدا في الحلقة يمكن خير ما نبدأ به حلقتنا النهاردة هو آيات من الزكر الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عانيتم بالمؤمنين رؤوف رحيم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بسم الله الرحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علي توكلت وهو رب العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم وللآخر تخير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى بسم الله الرحيم ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأغنا ووجدك عائلا فأغنا أما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم بسم الله الرحيم أحسن وإحنا كنا هنكمل لحدك وقرأني نفاج ربك الله يرفع قابرك يا رب يعني بدايةً كدا لو حابين عرف رحلة حضرتك مع القرآن الكريم وبداية الدعوة كانت ازاي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهدوا أن لا إله إلا الله و أحده و لشريك له و نشهدون محمد عبده و رسوله و بعد طبعا رحلتي مع القرآن هي بدأت مبكرا لكن دايما و أبدا يحظى الإنسان المسلم إذا كان ناجح في مجال لابد أن يكون توفيق الله أولا ثم الوالدين و طبعا أنا على الشاشة الآن يعني والدي هو أول من له فضل علي بعد رب العزة سبحانه وتعالى في موضوع القرآن أهم الخطابة نفسها فبدأت أي نعم في سن العشرة في سن الصف الرابع الابتدائي فقد دخلت يعني طبعا مسجد في قرية صغيرة عندنا و بعدين دخلت القرية طبعا يعني المعروف عندنا في القرية دايما و أبدا يعني الصغار كان آي نعم فيه إمامة و كان فيه أطفال عندهم مواهب و كده لكن الخطابة هذه طبعا كانت توفيق من الله سبحانه وتعالى و كنت بضي دروس و كده فدخلت إلى أحد المساجد في يوم ما طبعا المسجد ده كان ممتلع عن بكرة أبي فكان فيه جنازة أخ نسأل الله سبحانه وتعالى أني يرحمه و يغفر الله فدخلت إلى المسجد فصلت فكنت طبعا إحنا جاء الأطفال عندنا أنت عارفة أنا كنت لابس فلن عدية فدخلت إلى المسجد و من كان سببا في خروجي على المنبر بعض الناس في اليوم ده اتهموا بالجنون أنت مجنون أنت تطلع طفل عند عشر سنين يغطب فخرشت طبعا إلى المسجد صليت صليت السنة و رفعت الأذان و كان هذه أول لقطة لي مع المنبر والله العظيم صليت ركعتني السنة ففجأت أن خطيم المسجد لم يأتي و طبعا فيه جنازة و المسجد ممتلع عن بكرة أبي و بعدين أراحت بعدما صليت السنة فوجدت أحد المصلين أم كده في نصف أسأل أمي شيخ فلان طبعا ما فيش حد في المسجد اسمه محمد فقال له الشيخ فأطلوب أنا قال له يا أنت فقال لي أمم الناس أنت فقال له أنا فالمهم كان عارف أنك قمر للقرآن الكريم كان عارف أنك قمر للقرآن الكريم فقال لي والله لا تغرق يا سيدي طفي جنازة في المسجد بعض الناس سابوا المسجد أصلا راحين يجيبوا خطيب تعاف في الريف عندنا فخرشت إلى المنبر ما عرفش أتى لي غوشة هكذا على عيني والله العظيم لا أدري كيف أتىت معي طبعا خرجت إلى المنبر وتوجهت وهذه كانت أول لقطة لي مع المنبر ومن بعدها يعني ما ظلش أنا ما فيش خطبة جمع عدت علي يعني إلى الآن الحمد لله بفضل ليس أحد حتى في فترة أني أنا كنت عامل عملية تركيب عضو مصنعي في رجلي اليمين خرجت على المنبر أنا كنت عامل عملية برضو يعني الناس غصبون وقالوا يقعد على الكرسي حتى فدخلت إلى المسجد ودخلت إلى المنبر هكذا والله العظيم وضعت قدمي وكأني لا أشعر بقدمي قدمي تتخبط في بعض هالبعض وبعدين خرجت إلى المنبر فجلست هكذا كما أجلس الآن وبعدين متردد فقولي هو أنا عابد للخطبة إزاي ده أقول مرة في حياتي وبعدين ما ألفت انتباهي نصيحة شيخي صلى الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويعفيه وبعدين كان دائما يقول لي إذا خرجت على منبر رسول الله فانتقي أمور الواقع يعني نأي أمور الواقع اللي أدامك فكان من الواقع الذي أمامي طبعا كان فيه إهمال وترك للصلاة كان فيه كان فيه كان فيه فاستغللت الوقت وخاصة أن فيه جنازة فتحدثت صاحبنا اللي كان بدأ أول الخطبة خايف المقدمة عدتها خلاص الدنيا تمام وبعدين وفاجأ أن أخذ في الخطبة ساعة إلا تلت برغم أنه كنت في شدة الخوف وفي شدة دول وخاصة أنت على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلمة موزونة كل حديث تقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يوزن كل كلمة تخرج من فاهكة لابد أن تزنها تعالى منبر النبي صلى الله عليه وسلم فخرجت إلى المنبر وفق الله سبحانه وتعالى من هنا بدأت الانطلاقة مع القرآن ومع الخطبة بوجه عام حتى الخطبة أتقنتها وأنا في العاشرة وأنا لا أظن أن الإتقان لم يأتي من فراغ لأن طبعا المشايخ والله يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الميت منهم وأن يبارك في عمر من كان منهم حيا ده ده بلزر خطبة خطبة ممكن نقول أن فيه ملقة خاصة بكراوية القرآن الكريم وملكة خاصة بالخطبة نعم يعني اكتشاف يعني موهبتك في القرآن الكريم وكراوية القرآن الكريم دي الأول أكيد على حدة واكتشاف موهبتك في الخطبة دي حاجة تانية خلنا ناخدهم خطوة خطوة يعني خلنا نتكلم عن القرآن الكريم الأول وبدأ تحفظ القرآن الكريم إزاي تتعرف موهبتك في كراوية القرآن الكريم إزاي أولا طبعا كان ستنا الأم الفضيلة وأظن أنها تستمعني الآن يعني ستنا كانت اسمها الأستاذ المنورة صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرها يا رب خرشت مرة فكذبت مدرسة كان أول كذبة في حياتي عملتها في الابتدائي فضربتني ضربة مبرح مبرح يعني الآن لو طالب ضرب هذا الضرب أنا متهال يعني قامت الدنيا لم تقعد وبعدين خرشت إلى أمي فقالت الولد كذبة في الأمر الفلاني وهذا لا يجوز فاكتشفت أن أنا كان عندي ملكة الصوت ففوجئت أن أنا عندي إتقال للصوت وعنده وعنده ومخارج الحروف فتوجهت لأحد السدزة في الموجودين كان سيدنا الشيخ فقالت له الولد ده عنده كذا كذا فبدأت انطلاقة بها القرآن بدأت حتى في الصف الأول قبل الصف الأول اللي ابتدائي أساسا فكان دائما عندي موهبة حب الاستماع للمشايخ وطبعا حضيت في رحلتي في الحياة طبعا مع أربعة من أعلام القراءات يعني كان سيدنا الشيخ السيد متولي عبد العام رحمة الله عليه وطبعا أظن ما من أحد من قراءة القراءة الكريم لا يعرفه فطبعا هذا الرجل لحقت به سنة واحدة دي اللي حضرته يعني هو وتوفي في 2015 تقريبا تمام فما لحقتش يعني أعشره كتير رحمة الله عليه وكان سيدنا الشيخ وسامة عبد العظيم وده كان أتيت بالسيراته في حلقة ماضية مع حضرتك كان أستاذا في أصول الفقه فالرجل طبعا عشرته أكثر من ستة أو سبع سنوات طبعا من قبل حتى دخولي إلى الكلية والدي طبعا ربنا يعفو عنه ويرضيه طبعا تركني معاه فكنت بالنسبة للشيخ الصبي يعني كما ترى طبعا محمد معاه كده أنا كنت هكذا مع الشيخ كأني عصاته حتى أن بعض الناس الآن الكتب المحققة في أصول الفقه وفي بعضها الآن لا يصدق عليها عند الشيخ وسامة عبد العظيم إلى الآن إلا أن بعض الناس لم يجيسأني يعني أقول لي المسألة دي أفت فيها الشيخ أم لم يفتي لأنه طبعا كان رحمة الله عليه أنا كنت كثير الظل معاه يعني في خطابة في أمر غيرها وسيدنا الشيخ محمد خليل القارئ رحمة الله عليه إمام الحرم النبوي طبعا درسته على يده حوالي ما يقرب من سنتين أو ثلاث سنوات أخرهم بقى طبعا وإلى الآن لازال حياة صلى الله عليه وسلم يبارك في عمري سيدنا الدكتور أحمد بن علي المقرمي طبعا ده شيخ الحلقة الشفيعية في الحرم النبوي وليه توصل معه حتى الآن فطبعا موضوع القراءات يعني بدأ معايا من الصغر ولكن أقول الجانب المرتكز لأي طفل لأي قارئ اللا يدع الشغرة أمام عينه لا أهم شيء الإخلاص 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 في القراءة أنا والله ما أتذكر يوما أنه كان هدف موضوع الشغرة وما حتى موضوع ظهوري على الششدة لم يكن متحمدا لكن كان مطلوب مني بل بعض الناس حتى لما كان يستمعني في التسجيلات القديمة وقول له يا شيخ أنا لا أقول أنني ضفت شيء إلى أعلام التلاو لأنك طبعا هناك أعلام كبار وأنا لا أتي ذرة في نعالهم مش أقول زرة حتى في نعالهم لا أتي ذرة بها لكن الأخطاء التي يقع فيها القراءة الدكتورة بعضنا للآسف يعني جره الشيطان إلى مهالك الهواء بمعنى بينظر إلى الشهرة بينظر إلى مدح الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجاهد العبد فيأتي العبد يوم القيامة يقول يا رب قد قرأت القرآن قال كذبت بل قرأت قي قال عنك قارئ وقد قيل أنت تفتقى عشان ناس تقول عليك القارئ العلامة المضيف فموضوع الشغرة هذا مرض وذلك ابن القيم يقول إذا كانت غاية العلم شغرة ضع العلم وضع صاحبه لأن دائماً وأبداً الشغرة هي الهدف فهتبعده عن البحث العلمي هتبعده عن الاهتمام بالمجال في القرآن هتبعده عن المجال حتى الدين لم يمكن حبه في الظهور أكثر وأنه يتعرف أكثر وأنه ياخد شهرته أكثر يخليه يطلع أكثر ويدرس أكثر لا أظن بقولها لك وأنا واثق بكده أنا أقول لك حايدة أنا مرة الشهرة أخذتني الدكتور طبعاً شيخ محمد حسان كان راح يفتتع عندنا مسجد في القرية طمام والله يجازي ما أقولك كده فكان القرية عندنا اسمها صفت النور أنا دخلت القرية هنفتتح المسجد ده وبعدين طبعاً يعني خبر كان لسه بقى كان الكلام ده في 2010-2011 تمام؟ كان في بداية الدعوة معايا كان أول مرة في حياتي بقى اللي هو توسع يعني كان اكتفاي بالخطابة في قرياتي ما كانش آخر قرية بتاعتي لكن أول مرة في حياتي بقى كان طلعني حد من المشايخ إخواني يعني للعظام وقعدين خرجت الشهرة بقى طبعاً خدتني المسجد حينها طبعاً ممتلك وعشرة ألف مصلي وناس جايها من بعيد وفكروا محمد حسان فلما اعتذر الشيخ محمد حسان من جه بدلو فجاب واحد طفل فأنا لما خرجت وأخذني العجب أنا بقول لك الكلام ده مش معنا كده أن أنا بجهر بذنب بس ده فعلاً نصيحة لأي قارئ لأي أخ من القراء اوضع الشهرة تدعوك أنك أنت تترك المجال وأنا بقول لك الشهرة تميت القلب مع احترام من حضرتك أصلاً الشهرة ممكن تكون ليس في محلها القرآن بالذات مطلوب منك أن تخلص ثم بعدها أترك النتيجة دي على الله سبحانه وتعالى أنا في حياتي ما طلبت من الناس أنهم يستمعوا إليه ما طلبتش من الطلبة عند أنهم يقبلوا الشيخ ولا يغقروه أنا ما طلبت هذا القرآن دايماً وابداً يدع الهيبة في وجه صاحبه حتى أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في حق الصحابة قال سماهم في وجوههم من آثر السجود لم يقل من السجود أصلاً كله بيسجد كله بيصلي كله بيعبد لكن أهم شيء الأثر لأنه لو كان عندك إخلاص نذكر موقف للشيخ الشعروي رحمه الله لما شلوه بالعربية من فرحتهم بيه وبعلمه فكان ليه برضو رد فعلي على الموقف ده بينه وبين نفسه علشان برضو يكسر حتة الشهرة وحب الناس وده حقيقي يعني يمكن حضرتك أتكلمتنا على أخطاء القراء ولكن إحنا محتاجين نعرف إيه طريق النجاح في إتقان القرآن الكريم طريق النجاح أولاً مما لا شك فيه أن يكون صاحب القرآن أقولت دائماً صاحب القرآن على القول والفعل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مختب صاحب القرآن يا دكتورة ده بد أن يكون على علم أنه سيحاسب الضعفين والثلاثة أنت ممكن تتحسبي بقدر عملك فقط لكن أهل القرآن على فهمهم وتدبرهم ومعلوماتهم سيحاسبون ضعفاً قال سبحانه أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على إيه؟ على علم أي على فهم هو فاهم يعلم ولذلك دائماً وأبداً من أظله الله على علم يفتي بغير الموقع يعلم أن الحلال حرام فيحرموا الحلالة ويحللوا الحرام فتلاقيه عمل دوشة ليه؟ لأنه أحب أن يظهر بالعلم في غير موضعه دائماً وأبداً أن يكون وهو حتى الشيخ الشعراء بما إنك ذكرت لما جاله أحد من أسازتنا هو لسه الآن لنحي سيدنا الدكتور محمد مشالي فالدكتور دخله فقال لي أعطي لي نصيحة للدعاة شوف خلخص الكلام كله ملغاش حالتك تي قال إيه؟ قال فليحذر الداعية دعية اللي هو أنا والقراء والناس اللي أفاضلوا كل مشايخنا من أول من جيب نقيب القراء ربنا يعفضه سيدنا الشيخ عم الصالح الشديل أصغر قارئ قال فليحذر الداعية أن يراه المدعو على خلاف ما يدعو دي أهم شيء لأن النقطة إن لو واحد مدعو شايف إن الدكتور بيقول إنه صلوا الفجر هو ما بيجيص يصلم على الفجر يعني ما تأمروش الناس بالبر وتلزون أنفسكم فهذه أكبر مصيبة التانية الإخلاص مطلوب الإخلاص وأنا أقول دائماً وابداً لطلابي عايز صوتك يصل إلى قلوب الخلق أخلص القراءة إياك أن تطلب إن حد يمدحك المتح دا إحنا كلنا تراب إنتي الآن لو نظرت إلى أهل المقابر وأنا هذا القاعدة أرأيتها منذ أن غسلت أخي رحمة الله عليه بيدي وأنا أقولها دائماً وابداً أنا كده بقول دائماً وابداً الإنسان حينما يأخذه العجب بنفسي والقارئ الفنان أنا بكره نفسي والله حضرتك ممكن أنت بيتراقب التعليقات عندي في ناس ولك عالم التلاوة أنا ما بحبش الكلام ده والله العظيم وحتى يعني أنا قليل لو خرجت في مياتم أنا أعلم أنها بدعة وبدعة محداثة طبعاً مننا من اتفق أنها بدعة لابد أن لا يفعلها أحد وفي بعضنا بيسترقصها لكن أنا أقول طبعاً نمشي بماذهب الأحناف يعني لا تشترط على الناس يعني مروح إقرأ ولكن لا تشترط عليهم فدي مصيبة عند القارئ إنه هو بيحب الشهرة فالشهرة تغلبه وعلى فكر عايزة أقولك لا داعي لذكر أسماء كم من قارئ إن على الساحة ليس بقارئ وظلم غيره والله ظلم غيره وفي ناس على الساحة أنا أعرفهم قراء عظام من أكبر القراء بل أقولهم أعمدة دولة التلاوة إلى الآن الشباب بتستمع إلى قراء لا يجيدون المخارج بتاع الفتحة مع احترام الحضرتك وأنا رجل يعني أنا بشوف كده سيدنا الشيخ محمد عبد المجود وها بمتحني في نقابة القراءة الكلام ده من شهرين أهو وأنا بمتحن والله أنا فاكر للسؤال ده وهيفضل في ذاكرة يشوف وأنا واثق إنه هيفضل في ذاكرة إلي أنا أموت جاي اللي سيدنا الشيخ مسك بها كده وطبعا نظرته لك يخليك تنسي اللي أنت حفصتي كله النظرة بتاعته دخوله هاي بتأهل القرآن هم دول أهل القرآن بقى مش أهل القرآن اللي هم بحبين الظهور والدخول والراجل راح والراجل جدى الراجل داخل علي في مرة واحدة ونظر هكذا نظرة والله العظيم لو كان أحدنا منعوج لا استقام فقال يا ولد ابدأ قال لا يؤخذكم الله بالله وبعدين أتى فوجد إن أنا طبعا على دراية بالقراءة العشر فاللي طب وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هتل القراءة كده بقراءة ابن كثير عن البزي وقنبل طبعا الاتنين مع وعط يعني تقرأي الآيات تجيب الرواية الرواية الإمام قنبل عن ابن كثير ورواية البزي هو ده الامتحان يعني هو أنا بيطاق خارج من الامتحان بقول لهم اللي عايز يمتحن قرآن تعالوا امتحنوا هنا وبرونا يعني فلذلك أهل القرآن يعني يا دكتورة الموضوع حيبقى يطول القرآن محتاجين خاصة في مصر والعالم العربي كله الإخلاص والإخلاصة في القول والفعل والعمل حتى إن رأى الله فيك صدقا وفقك الله أمام الخلق أجمعين هكمل حديثي برضو عن الشهرة وعن الصعوبات ولكن إحنا في أيام شهر رمضان ودي أيام مباركة وكلنا بنتضرع لله سبحانه وتعالى لعله يستييب لنا الدعاء وإحنا في الحلقة النهاردة عايزين نستغل وجود حضرتك معنا وندعي لأهلنا في شهر رمضان ولأهلنا في غزة في شهر رمضان فهترك لحضرتك المكفون وتشوفها تقول هنا اللهم أهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا أصرف عنها يا ربنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق يا مولانا ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما أعطيت ولك الشكر على ما قضيت لك الحمد في السر والعلنية لك الحمد في الجهر وفي الخافية اللهم إنا نسألك أن توحد صفوفنا وأن تؤلف بين قلوبنا وأن ترحم أمواتنا وأن تغفر لكل ميت عزيز على قلوبنا اللهم اعتق رقابنا من النار واعتق رقاب أولادنا وأبائنا وذرياتنا وعلماءنا ومشايخنا وكل أساتذتنا وكل من له حق علينا من النار اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن توحد صفوف المسلمين وأن تؤلم بين قلوبنا اللهم اهدي الضال منا واهدي أولادنا واستر بناتنا واستر أعراضنا وآمن روعاتنا وأحسن ختامنا وتولى أمرنا اللهم إنا لنا أهلا في غزة قد عجزنا عن نصرتهم فانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم كلهم عون ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم أهلك اليهود الغصبين اللهم دمرهم تدميرا اللهم اجعل دائرة السوء عليهم اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم للعالمين ولمن خلفهم آية اللهم إنا نسألك أن توحد صفوفنا وأن تؤالف بين قلوبنا وأن تنزع الحقد من نفوسنا اللهم إنا نسألك أن تجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العرب والمسلمين أجمعين اللهم إنا نسألك أن تهدي الضال منا ولا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ظالما إلا قصمته ولا مظلوما إلا نصرته اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم ارفع رايتهم وحقق غايتهم اللهم انصرهم على عدوهم واجعل السماء نصرة لهم والأرض نصرة لهم والدواب والأنعام دائما يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك أن تكبت اليهود الغصبين وأن ترجعهم من الأقصى أذلة صاغرين مهزومين مغلوبين برحمتك إنك على كل شيء قدير يا من نجيت موسى وهو وحده في التابوت ونجيت يونس وهو في بطن الحوت انصرنا وانصر إخواننا المستضعفين اللهم عجزت الألس عن الدعاء من كثرة ما نرى وعجزت الأيد عن قلة الحيلة والقوة فانصرهم نصرا عزيزا مؤذرا اللهم ارفع الراية وحقق الغاية واجعلهم يا أرحم الراحمين في نصر وعزة وتمكين ولا تدخل عيد الفطر علينا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز ويغفور اللهم أمين نرجع للشهرة وللطريقة قوى من أول ما بدأت الحد الآن لحدنا بقيت دكتور محمد الجازي نقول الصعوبات اللي قبلت حضرتك أثناء مسيرتك وإزاي تغلت عليها؟ والله من ضل الصعوبات يعني أنا أقول ممكن أكون ما حستش بها غير مؤخر لكن رحمة الله على أخي ورحمة الله على أموات المسلمين يا جمعين وعلى إخوتي جميعاً طبعاً من ضمن ما شعرت به في الضعف وطبعاً مما لا شك فيه ولو يرى بعض طلابي ويرى بعض الأحباب أن أنا طبعاً يعني عندي عدم اتزان في آخر السنين اللي ماضي ديته خاصة في وفاة أخي رحمة الله عليه لكن من ضمن الحياة اللي أنا وجهتها صعوبة أن تتغلب على الأثر النفسي في قطح الناس لك سيدنا الإمام بن القيم وهذا الرجل طبعاً قدواتي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل دي طبعاً ومما لا شك فيه علماء المسلمين كلهم يعني رحمة الله عليه مواجهة وصعوبات والدليل على كده الإمام بن تميم مات في السجن والإمام بن القيم مات في سجنه أيضاً وكل العلماء السابقين والآن إلى الآن المواجهة اللي عايز أقولها لأي دعية لأي قارئ دائماً أبداً تقبل الناس بصدر رحب مشكلة القراء ومشكلة الدعاة يا دكتورة بينتظر أن الناس كلها تمدحوا لا يعلم أن إحنا طبعاً يعني مع احترام من حضرتك أن القارئ أو الدعية لابد أن حد يقدحك لابد أن ناكر لك أكثر من المدح لك ودي أهم شيء من الصعوبات النفسية أما طبعاً المادية أو غيرها أو غيرها كلها سهلة القاعدة الوحيدة اللي نفسها نصحها قبل ما نختم أنه هو موضوع أن أنت لا بد لا بد لا بد وهذه من المهمات أنك تتغلب على الأثر النفسي في قطح أي أحد اللي تتقبل النقد بوجه عام ونصى الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديهم جميعاً لما يحبوا يرضى ويأخذ بنصيناتنا ونصياتهم للبر والتقوى إنه وليذلك والقادر ناورتيني جداً يا دكتور نهاردة وطبعاً كعدتي مع حضرتك أن الحلقة وقتها يعني بيخلص وبيعدي بسرعة ناورتيني وإن شاء الله يتجدد بحضرتك اللقاء إن شاء الله ناورتيني جداً حضرتك طيب خير وسعادة حد هنا خلصت حلقاتنا النهاردة من برنامج شبابنا مستقبلنا تظرونا في حلقات جاية كتير مع شباب مبدع من شباب مصر